أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أنه لا يوجد جدول زمني محدد للعملية العسكرية التي تجري حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد وأشار المسماري في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إلى أن القوات الليبية ستتواجد على الحدود طوال الفترة المقبلة لمنع أي مكون عسكري أو إرهابي أو أمني من تهديد الأراضي الليبية وأكد أن العملية العسكرية الحالية تقودها القيادة العامة للجيش بمعزل عن أي دولة أخرى وإذ نفى المسماري وجود نازحين في جنوب غربي البلاد أوضح أنهم مهاجرون غير شرعيين ويتم التنسيق لإعادتهم إلى بلادهم هذه العملية العسكرية التي في إطار العمليات المتتالية لقوات المسلحة في بسط الأمن والقانون على كامل التراب الليبي هذه العملية تستهتف إخراج الأجالب من منطقة الجنوب الغربي منع أي مجموعات مسلحة من اتخاذ هذه المنطقة خاصة المنطقة الصحراوية الوعرة من التمركز فيها لتهديد أي دولة جوار أو تهديد الأمن الليبي القوات المشاركة في العملية العسكرية هي قوات ليبيا تم تدريبها تدريب جيد جدا وتعتبر من قوات النخبة هي قوات مشاه ومشاعرية وقوات الجوية وقوات المضلات وإدارات الخاصة بالإمداد اللوجستي لهذه المجموعات بالتأكيد أن الآن دول الجوار كلها تعاني الآن كلها في أزمات وهي التي تحتاج إلى دعم وليست ليبيا هذه الحملة أو هذه العملية هي عملية ليبيا تقوتها القيادة العامة القوات المسلحة بمعزل أن نعيده الآخر هذا وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح بالعملية العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني الليبي على حدود ليبيا مع تشاد وأكد صالح أن الجيش الليبي يقوم بحماية البلاد وتأمين الحدود وترضي المجموعات الإجرامية المتواجدة داخل البلاد والتي تنتهك السيادة الليبية ونفت السفارة الفرنسية في ليبيا صحة أنباء متداولة بشأن مشاركة فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا مؤكدة أنها أنباء غير صحيحة وأكدت السفارة في تغريدة لها على موقع أكس أن هذه المعلومات التي يتم تداولها زائفة جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات وشدد على الحاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات معتبرا أن ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى وأكد أنه على جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين الوقوف في صف الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين على استعادة سيادتهم على بلادهم موضحا أن لجنة ستة زائد ستة أعدت مشاريع قوانين انتخابية لكنها ليست قابلة للتنفيذ كما هي وأنها بحاجة إلى التعديل وأمل باتيلي أن تتم إعادة النظر في هذه القوانين من قبل لجنة ستة زائد ستة والمعنيين واجعلها قابلة للتنفيذ مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من وضع جميع تلك القوانين الانتخابية يمكن التوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات